حديثنا عن الأخلاق والسلوك والعرفان كتاب إحياء علوم الدين للغزال ما هو ببعيد عن هذه العناوين هذه العناوين كلها متوفرة في كتاب الغزال والأمر هو في موسوعة هي أهم موسوعة عند المسلمين في التصوف والعرفان إنها الفتوحات المكية هذه الموسوعة التي بين يدي هذه الأجزاء وهذه وهذه الفتوحات المكية لمحي الدين ابن عربي المتوفى سنة ستمية وثمانية وثلاثين للهجرة من الآخر من دون ابن عربي الصوفي السني لا يوجد شيء في الوسط الشيعي اسمه العرفان ما يقال له عرفان شيعي لا حقيقة له من دون عرفان ابن عربي من دون تصوف ابن عربي العرفانيون الشيعي على اختلاف أذواقهم ومشاربهم عيال بالمطلق وبمطلق المطلق على مائدة محي الدين ابن عربي هذه حقيقة وحقيقة واضحة لذلك يبذلون قصارى جهدهم في أن يثبتوا أن ابن عربي كان شيعيا مثلما مر علينا في قضية الغزال ومن أنه تشيع في آخر عمره ولذا فإن الفيض الكاشاني أعاد كتابة إحياء علوم الدين في كتاب عنوانه المحجة البيضاء في تهذيب الإحياء ومر هذا الكلام علينا في الحلقة الماضية عرفانيو الشيعة يبذلون قصارى جهدهم لإثبات تشيع ابن عربي ويذهب البعض منهم إلى أننا لسنا بحاجة لإثبات تشيع ابن عربي لماذا؟ لأن ابن عربي قد وصل منزلة في القرب من الله أعلى من التشيع فلا نزن مقامه ولا نزن مرتبته بالتشيع إنه يتحدث عن التشيع الذي عند علماء الشيعة كذلك يبذلون قصارى جهدهم من أجل أن يعطوا لعبارات ابن عربي الناصبية والناصبية جدا جدا يحاولون قدر الإمكان أن يجد لها معنى يكون منسجما مع التشيع إنهم يعبثون بأنفسهم ويعبثون بكلام ابن عربي ويعبثون بعقول الشيعة لكن الأمر الحسن بالنسبة لهم أن الشيعة حمير فهم مستعدون لأن يقبلوا أي شيء إلا إذا كان الحديث عن العترة الطاهرة فإن الشكوك تثار في قلوبهم هذه أظائرة واضحة الشيعة يقبلون أي شيء إذا كان صادرا عن مراجعهم عن العرفانيين عن هؤلاء العجول على مختلف مراتبهم أتحدث عن العجول البشرية الشيعة يقبلون منهم وتدخل المعاني في عقولهم وفي قلوبهم من دون استئذان لكن إذا ما سمعوا متحدثا يتحدث عن حقائق دين العترة تثار الإشكالات عندهم لماذا؟ لأن قلوبهم عش للشيطان لأن قلوبهم مألف من مآلف إبليس ليس هم الذين صنعوا هذا بأنفسهم مراجعهم والعرفانيون والعرفانيون من الشيعة هم الذين فعلوا ما فعلوا بالشيعة ودمروا العقل الشيعي والقلب الشيعي وهذه حقيقة واضحة ما مر من الحلقات فيه ما فيه من الأدلة والحقائق وما بقي من الحلقات أيضا فيه ما فيه من الأدلة والحقائق على هذا الذي أتحدث عنه لن أذهب بعيدا في هذه المقدمة وإنما سأضرب لكم مثالا من عارف شيعي نموذجي مرتضى مطهري لماذا قلت عنه من أنه عارف شيعي نموذجي لأنه فقيه حوزوي هذا أولا لأنه خطيب محاضر ومثقف بالثقافة المعاصرة لأنه سياسي وثائر ومعارض للحكومة الإيرانية أتحدث عن زمان شاه إيران ولأنه من أبرز تلامذة حوزة قم على المستوى الفقهي والأصولي وعلى المستوى الفلسفي والعرفاني هو من أبرز تلامذة الطباطباء محمد حسين الطباطباء الرمز العرفاني الأول في حوزة قم أيام زمانه ولا زال تلامذته يمثلون المنهج العرفانية في الأجواء الشيعية إلى هذه اللحظة ومطهري من أبرز تلامذة الخميني الخميني كان يقول عن مطهري من أنه ثمرة عمري والرجل انتهت حياته اغتيالا لقد قتل سنة 1400 للهجرة في بداية الفترة الأولى من تأسيس الجمهور الأمورية الإسلامية في إيران إذن هو عارف شيعي نموذجي ماذا يقول مرتضى مطهري هذه الكلمات أقرأها عليكم من الجزء الأول القسم الثاني من كتاب القول المتين في تشيعي الشيخ الأكبر محيدين بن العربي لمؤلفه قاسم الطهراني هذه الطبعة طبعة دار المحجة البيضاء الطبعة الأولى بيروت لبنان ألف أربعمية وأربعة وعشرين هجري قمري في صفحة الرابعة والسبعين بعد الأربعمية كلام لمرتضى مطهري فكل من جاء في العالم الإسلامي بعد محي الدين تأثر به أساساً فينبغي أن يعد محي الدين أباً للعرفان الإسلامي وهذه حقيقة كلام مطهري هنا دقيق جداً إذا كان هناك من عرفان أو من تصوف عرفاني عند السنة وعند الشيعة بوجهه المتكامل نظرياً وعملياً بحسب ما هم يعتقدون فأنا لا أعتقد بهذا ولكن بحسب ما هم يعتقدون فإن الأمر راجع إلى ابن عربي في الأجواء السنية وفي الأجواء الشعية كذلك فكل من جاء في العالم الإسلامي بعد محي الدين تأثر به أساساً فينبغي أن يعد محي الدين أباً للعرفان الإسلامي ولزال الكلام كلاماً لمرتضى مطهري ومحي الدين الذي قد يعبر عنه بابن العربي هو أكبر عارف في التاريخ الإسلامي حقاً فلم يصل ولن يصل فلم يصل ولن يصل أحد إلى مستواه ودرجته ومن هنا لقبوه في الأجواء العرفانية بالشيخ الأكبر وقد تكامل العرفان الإسلامي منذ ظهوره قرناً بعد قرن متى توفي محي الدين ابن عربي توفي سنة ستمية وثمانية وثلاثين للهجرة وقد تكامل العرفان الإسلامي وقد تكامل العرفان الإسلامي منذ ظهوره منذ ظهور العرفان قرناً بعد قرن وكان هذا التكامل تدريجياً إلا أنه قد قفز على يد محي الدين فوصل إلى نهاية كماله وقد أورده أورده أورد العرفان وقد أورده محي الدين في مرحلة حديثة لم يسبق لها نظير والقسم الثاني من العرفان وهو العرفان العلمي والنظري والفلسفي قد تأسس بيد محي الدين فكل العرفاء اللاحقين الذين جاءوا من بعده كانوا جالسين على مائدته فهو إضافة إلى تقديمه للعرفان إلى مرحلة حديثة كان من أعاجيب الدهر وقد بالغ في تكريمه صدر المتألهين إنه صدر الدين الشيرازي إمام العرفان في الأجواء الشيعية نسخة عن ابن عربي بالضبط مثلما محمد باقر الصدر نسخة عن حسن البنى وسيد قط كذلك صدر الدين الشيرازي نسخة عن ابن عربي وهكذا عندنا نسخ موجودة في جميع الاتجاهات الشيعية بإمكاننا أن نجد نسخا للرموز السنية عبر تأريخ المذهب الطوسي فالطوسي نفسه نسخة بحسبه قطعا نسخة من الشافعي مؤسس المذهب الطوسي هو نسخة عن الشافعي وهكذا يستمر الأمر وقد بالغ في تكريمه في تكريم ابن عربي في كتبه قطعا إنه صدر الدين الشيرازي يكرم ابن عربي في كتبه وقد بالغ في تكريمه صدر المتألهين ذاك الفيلسوف الكبير والعبقري الإسلامي العظيم الحديث هنا عن صدر الدين الشيرازي فكان عنده ابن عربي عند صدر الدين الشيرازي فكان عنده أكبر بكثير من أبي علي سينة يعني ابن سينة والفارابي من الآخر ابن عربي هو إمام العرفانيين الشيعة إمامهم الحقيقي هذا الكلام الذي قرأته عن مطهري لا يقول به مطهري فقط كل العرفانيين الشيعة يقولون هذا الكلام هذا أمر مجمع عليه متفق عليه بين عرفاء الشيعة بخصوص ابن عربي هناك كلمة لأستاذ مرتضى مطهري إنه أطباطباء كلمة عجيبة كلمة عجيبة وغريبة يتناقلها تلامذة الطباطباء إنني أقرأ في الصفحة السبعين بعد الأربعمائة الطباطباء توفي بعد مقتلي مرتضى مطهري بسنتين وفاته سنة ألف أربعمائة واثنين للهجرة يقول الطباطباء إنه صاحب الميزان لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحي الدين أي كلام من هذا ولكن هذه عقيدته بمحي الدين ابن عربي لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحي الدين بالنسبة لي أقول بنفس القول هذا ولكنني أقصد شيئا آخر الطباطباء الطباطباء يقول لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحي الدين معرفة وهداية وعمقا ودقة وإتقانا وسعة وسعة الطلاع على عالم الغيب والشهادة هو هذا الذي يقصده الذي يقصده الطباطباء من كلامه هو هذا لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحي الدين بالنسبة لي أقول هذا الكلام أكرر ما قاله الطباطباء ولكنني أقصد في السوء والقباحة والشناعة والنصب والعداء لدين العترة الطاهرة هذا هو الذي أقصده لم يستطع أحد في الإسلام أن يأتي بسطر كمحي الدين في ضلالته وقباحته وسوئه وشناعته هكذا يتحدثون وهكذا يقولون وهكذا ضللوا أنفسهم وضللوا الشيعة معهم ابن عربي عنده كتب كثيرة ابن عربي نابغة من النوابخ ابن عربي عالم موسوعي كان ملما بثقافة عصره أتحدث عن الأجواء السنية التي كان يعيش فيها ابن عربي ليس شخصا عاديا بين علماء السنة وهذا واضح من خلال مؤلفاته وكتبه وسيرته وتأريخ حياته هذا شيء والهداية شيء آخر ابن عربي ألف الكثير والكثير أهم نص عرفاني عند ابن عربي كتبه ابن عربي كتابه فصوص الحكم هذا الكتاب المسخرة بالنسبة لي وجامع الأسرار والحقائق بالنسبة للعرفانيين هذا كتاب مسخرة وتبدأ المسخرة في سطوره الأولى في سطوره الأولى تبدأ مسخرة هذا الكتاب سأقرأ عليكم وأنتم احكموا بأنفسكم هذا الكتاب الذي يقولون من أنه لا يفهمه كل أحد ماذا الضراط نحن نقرأ كلام الله ونفهمه نفهمه بحسبنا قطع ووفقا لقواعد التفهيم العلوي التي بايعنا عليها في بيعة الغدير ونقرأ كلام محمد وأهل محمد ونفهمه بحسب معارض كلامهم ونقرأ كتب الفلاسفة المعقدة ونفهمها بحسب اصطلاحاتهم وبحسب طريقة كتابتهم وتأليفهم ونقرأ 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 كل شيء ونفهمه بحسب موازين الفهم في كل علم من العلوم وفي كل ثقافة من الثقافات لماذا لا نستطيع أن نفهم هراء ابن عربي هذا يضحكون عليكم فيقولون من أنه في كل زمان أو في كل مقطع زماني من بعد ابن عربي وإلى يومنا هذا هناك عدد قليل وقليل جدا ممن يفهمون هذا الكتاب وماذا في هذا الكتاب فصوص الحكام للشيخ الأكبر محيد دين ابن عربي وهذه الطبعة الثانية الفين وثمانية ميلادي إنها طبعة مؤسسة الشعاع للنشر القاهرة مصر في أول صفحة من فصوص الحكام هذه مقدمة للمحقق لا شأن لنا بها في أول صفحة من كتاب الفصوص لابن عربي ماذا يقول بعد البسملة والتحميد والصلاة أما بعد أما بعد فإني رأيت رسول الله هذا كلام ابن عربي أما بعد فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء ما يعني يحني دينا أبتا وهذا هو الشيخ الأكبر أبتر ابن أبتر أما بعد فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة أريتها يعني في رؤيا في منام في مبشرة أريتها في العشر الآخر من محرم سنة سبع وعشرين وستمئة بمحروسة دمشق فابن عربي في آخر أيامه كان في الشام وقبره موجود في دمشق مات في دمشق فهو رأى في منامه بحسب ما يقول رأى رسول الله وبيده صلى الله عليه وسلم صلاة بتراء ماذا تعني دينا أبتا هذا هو شيخكم الأكبر إنه أبتر ابن أبتا وبيده صلى الله عليه وسلم كتاب فقال لي هذا كتاب فصوص الحكم خذه واخرج به إلى الناس ينتفعون به فقلت السمع والطاعة لله ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمرنا فحققت الأمنية وأخلصت النية وجرت القصد والهم إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أغبار ألم يخبر رسول الله هذه الأمة وأنت واحد منها من أن الصلاة عليه بهذه الطريقة هذه صلاة بتراء يا أيها الأبتر يا ابن الأبتار فحققت الأمنية وأخلصت النية وجرت القصد والهم إلى إبراز هذا الكتاب كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة حده لك الشيطان يا أيها الشيطان لو كان رسول الله قد حده لك لعلمك أن تصلي الصلاة الصحيحة عليه يا أيها الأبتر يا ابن الأبتار يا أيها الشيخ الأكبر كما حده لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان وسألت الله تعالى أن يجعلني فيه وفي جميع أحوالي من عباده الذين ليس للشيطان عليهم سلطان وأن يخصني في جميع ما يرقمه بناني ما يرقمه ما يكتبه ما يرقمه بناني وينطق به لساني وينطوي عليه جناني بالإلقاء السبوحي والنفث الروحي في الروع النفسي بالتأييد الاعتصامي في الروع النفسي في باطن نفس الإنسان بالتأييد الاعتصامي حتى أكون مترجما لا متحكما يعني ما يكتبه هو ترجمة لما يريده رسول الله وليس متحكما أن يأتي بشيء من عنده من دون دليل لأن التحكم هو القول من دون دليل حتى أكون مترجما لا متحكما ليتحقق من يقف عليه من أهل الله من أهل الشيطان وليس من أهل الله أصحاب القلوب على أي موقف يقف ليتحقق من يقف عليه من أهل الله أصحاب القلوب أنه من مقام التقديس هذا الكتاب من مقام التقديس المنزه عن الأغراض النفسية التي يدخلها التلبيس وأرجو أن يكون الحق لما سمع دعائي قد أجاب ندائي فما ألقي إلا ما يلقى إليه ولا أنزل في هذا المصطور في هذا الكتاب إلا ما ينزل به عليه ولست بنبي ولا رسول ولكني وارث أنه وارث وارث الأنبياء وارث محمد صلى الله عليه وآله ولكني وارث ولآخرتي حارث إلى آخر من الآخر العرفانيون الشيعة يقولون هذا الكتاب وحي أوحابه محمد صلى الله عليه وآله إلى ابن عربي فهذا كتاب محمد الذي أنزل على ابن عربي فهو كتاب معصوم من هنا قلت لكم المسخرة تبدأ من هنا أية مسخرة إذا كان هذا الكلام من رسول الله فكيف تكون الصلاة صلاة بتراء على الأقل في هذه القضية بغض النظر عن ادعاء ابن عربي هذا المدعي الشيطان الكاذب السهفل أتحدث عن ابن عربي في الصفحة السادسة والثمانين ألا ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في المنام بقدح لبن قال فشربته حتى خرج الري من أظافيري ثم أعطيت فضلي عمر قيل ما أولته يا رسول الله قال العلم يعني أن العلم انتقل من رسول الله إلى عمر أين علم عمر هذا حينما أراد رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكتب الكتاب العاصمة للأمة فقال من أن الرجل ليهجر ورد على رسول الله وطرده رسول الله فأي علم هذا الذي وصل إلى عمر أحاديث البخاري ومسلم وبقية الصحاح تخبرنا عن جهل عمر بأبسط المسائل الشرعية فأين علم عمر هذا في أي مكان ثم هناك قضية عرفانية دقيقة الفيض يا أيها الشيخ الأكبر ويا أيها الأبتر يا ابن الأبتر الفضل والفيض والعطاء من الله يكون بحدود القابل لذلك الفيض ولذلك العطاء ولن يكون العطاء زائداً عن قبول القابل لأن هذا يخالف الحكمة ونحن نتحدث هنا عن الله وعن محمد صلى الله عليه وآله ونتحدث عن العلم الذي هو أهم عطاء أعطاه الله لمحمد صلى الله عليه وآله بعد وجوده أوجده وأعطاه علمه فإن العلم الواصل من الله إلى محمد لابد أن يكون بسعة محمد وليس هناك من زيادته هذه الزيادة إما أن خللاً في عطاء الله وإما أن خللاً في حكمة الله وإما أن خللاً في تكوين رسول الله فكانت هناك زيادة لأن الحديث هكذا يقول ثم أعطيت فضلي عمار وما قال الحديث من أنني ثم أعطيت علمي عمار أعطيت فضلي ما زاد عن العطاء الذي وصلني هناك خلل هناك خلل إما في حكمة الله وإما في قدرة الله الخلل في حكمة الله أنه أعطى محمداً أكثر من قدرته على القبول وهذا خلل في الحكمة أو أنه خلل في القدرة لم يكن هناك من خلل في حكمة الله ولكن الخلل في القدرة بسبب اختلال قدرة الله صار العطاء أوسع من قدرة القابل أو أن الخلل في العطاء نفسه في عطاء الله فلم يأتي منسجماً مع القابل أو أن الخلل في القابل نفسه فهو لم يستقبل العطاء بما كان مفترضاً أن يستقبله أتحدث عن الجهة التكوينية وإلا إذا كنا نعتقد بحكمة الله وقدرته وبكمال رسول الله فمن أين جاء هذا الفضل أي عقل ترى للي عندك يا ابن عربي أي عقل ترى للي أليس هذا من بديهيات العرفان ومن بديهيات العقل السليم من أن العطاء يكون بحدود القابل ثم إننا نتحدث عن محمد فإن محمد صلى الله عليه وآله قبوله لا حدود له ولذا فإن العطاء الذي يصل إليه لا حدود له فأين سيكون الفضل والزيادة بعد ذلك ثم لو كان هذا صحيحا فأين آثار هذا العلم عند عمر أين ظهر هذا العلم عند عمر كتاب سفيه سخيف إلى أبعد العدود هذا منطق السفاهة والسخف إذا كان يتحدث بمنطق العرفان القديم ومعرفة الحقائق وماذا أيضا في الصفحة الثالثة والستين بعد المئة ولهذا ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إصرار على الصلاة البتراء من هذا الأبتر ابن الأبتار ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد ولا عينه لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه يعني أن أبا بكر صار خليفة من الله أي منطق هذا أي منطق هذا ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد هذا نفي للنصوص ولا عينه ونفي للتعيين نقض واضح لبيعة الغدير فهذا رجل كافر رجل كافر بحسب الآية السابعة والستين بعد البسملة من سورة المائدة ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد ولا عينه لماذا؟ لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه فأبو بكر مثل ما جرى هذا الهراء نحن نعرفه وهذا الخراء لطالما ملأ رؤوسنا به أتحدث عن العرفاء الشيعة لعلمه لعلم النبي أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه فيكون خليفة عن الله وليس عن رسول الله فيكون خليفة عن الله هذا منطق الحجاج ابن يوسف الثقف لعنة الله عليه كان يقول من أن عبد الملك ابن مروان أفضل من رسول الله لماذا لأن عبد الملك خليفة الله وخليفة الرجل أفضل من رسوله محمد رسول الله أما عبد الملك ابن مروان فهو خليفة الله وخليفة الرجل أفضل من رسول الرجل ألا لعنة الله عليهم جميعا ألا لعنة الله على عبد الملك بن مروان ألا لعنة الله على الحجاج بن يوسف ألا لعنة الله على محيدين بن عربي ألا لعنة الله على المدرسة العرفانية الشيعية القذرة ولهذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نص بخلافة عنه إلى أحد ولا عينه لعلمه أن في أمته من يأخذ الخلافة عن ربه فيكون خليفة عن الله مع الموافقة في الحكم المشروع هذا هو الذي قلت لكم ما يرتبط بظاهر الأمر وباطنه فلما علم ذلك صلى الله عليه وسلم لم يحجر الأمر لم يحجر الأمر بنص أو بتعيين وإنما ترك الأمر هكذا لأن في الأمة من هو آخذ للخلافة من الله مباشرة كأبي بكر وعمر فأبو بكر أخذ الخلافة من الله لأنه ليس هناك من نص وليس هناك من تعيين وإنما ترك رسول الله الأمة هكذا لماذا إذن أبو بكر كتب كتابا وعين الخليفة من بعده لماذا لم يترك الأمر هكذا مثل ما تركه رسول الله من دون نص ولا تعيين ولماذا لم يفعل عمر ذلك وجاء بتلك أشورى العمرية القبيحة المسق لماذا والتي أمر فيها بقتل المبشرين بالجنة الحكاية المعروفة عن شورى عمر هذا الرجل ابن عربي كيف يفهم الأمور حتى إذا قلت من أنه يفهمها بالمقلوب فإن الأمر هنا أشد من فهم الأمور بالمقلوب فلما علم ذلك صلى الله عليه وسلم لم يحجر الأمر فلله خلفاء في خلقه يأخذون من معدن الرسول والرسل ما أخذته الرسل عليهم السلام إلى آخر ما جاء في دراطه دراط بن عربي في فصوص العكا ماذا تقولون أنتم هذا دراط أو هو شيء آخر هذا المنطق حتى السنة لا يقنون به السنة أنصار سقيفة بني ساعدة لا يقولون بهذا الكلام هذا الهراء لا يقول به أحد يقول به ابن عربي وعرفاء الشيعة يقولون عن هذا الكتاب من أنه وحي من الله عبر رسول الله رسول الله أوحى الله إليه عبر جبرائيل كما يقول المسلمون ابن عربي أوحى الله إليه عبر محمد فهو أفضل من محمد صلى الله عليه وآله من هذه الحيثية هو أفضل من محمد لأن محمد صلى الله عليه وآله قطعا أفضل من جبرائيل الله أوحى إلى محمد عبر جبرائيل ولكن الله أوحى إلى ابن عربي عبر محمد صلى الله عليه وآله من هذه الجهة يكون ابن عربي أفضل من محمد صلى الله عليه وآله أليس كذلك في الصفحة الرابعة بعد العاشرة بعد المائتين صفحة ميتين وأربعة عشر حينما وصل الحديث إلى رسول الله فصوص وقسم الكتاب إلى فصوص فهناك فص يتحدث فيه عن عيسى المسيح مثلا إنه ينتخب أهم الآيات أهم النصوص ويأتي بها في كل فص من الفصوص بحسب ما هو يعتقد في الفص المحمدي ترك كل نصوص القرآن وترك كل الأحاديث المهمة وذهب إلى هذا الحديث حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عينه في الصلاة قرة عيني النبي صلى الله عليه وآله حبب إلي من دنياكم ثلاث النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة ترك ترك كل الآيات وترك كل الأحاديث عن رسول الله وذهب إلى هذا الحديث لماذا لذكر النساء في هذا الحديث كي يعرج على ذكر عائشة ولا شيء آخر مرض عند هؤلاء مرض مرض ما علاقة الفص المحمدي بعائشة مرض مرض عند هؤلاء مثلما حدثتكم عن ذلك الطبيب العراقي الذي يشخص أمراض مراجعيه بأنهم مصابون بدودة وحدثتكم عن أن المراجع الطوسيين مصابون بدودة يتركون الأحاديث التفسيرية ويتركون نصوص نهج البلاغ وما روي عن أمير المؤمنين في غير نهج البلاغ ويتركون الصحيفة السجادية ويتركون المنظومة الهائلة من الأدعية والمناجيات والزيارات ويتركون عظيم الحكمة في حديثهم ويذهبون يبحثون في مزابل النواصب عدهم دودة لو ما عدهم دودة شو تقولون هؤلاء أيضا الحال هو هو ترك القرآن كله وترك أحاديث رسول الله كلها وذهب إلى هذا الحديث هو من أحاديث رسول الله لكنه يصوب أنظاره إلى جهة يستطيع من خلالها أن يحشر ذكر عائشة ولذا حشر ذكرها وتحدث عن منزلتها وفضلها ولا أريد أن أقرأ عليكم كل شيء هذه نماذج مما جاء في هذا الكتاب الضراطي إنه من نصوص العرفان العميقة جدا التي لا يستطيع أحد أن يفهمها إلا عبر طرق خاصة تبدأ من تحت ثم تصعد إلى فوق نذهب إلى فاصل حيدر الآملي حيدر الآملي يمكنني أن أقول عنه من أنه مؤسس العرفان الشيعي متى توفي ابن عربي توفي ابن عربي في الشام سنة ستمية وثمانية وثلاثين للهجرة حيدر الآملي الصوفي الشيعي المعروف في الأوساط الشيعية الصوفية حيدر الآملي توفي سنة سبعمية أو سبعة وثمانين فهو من بعد ابن عربي هذا عاشق ابن عربي وهذا هو الذي أدخل ثقافة ابن عربي في المكتبة الشيعية بنحو واسع فقد ألف ما ألف وفي كل مؤلفاته كان معتمدا اعتمادا كاملا على ما جاء في كتب ابن عربي وخصوصا في أهم كتبه الفتوحات المكية فصوص الحكام تفسير القرآن لابن عربي هذه هي الكتب الأهم في كتب ابن عربي ويكثيرة لكنها تمثل الكتب الأصول والكتب التي اجتملت على عرفانه ولا أقول على إبداعاته وإنما على بدعه إلا أن أقصد على إبداعاته في بدعه حيدر الآم لهذا شرح فصوص الحكم فصوص الحكم الكتاب الذي كنت أقرأ عليكم منه قبل قليل وهو أهم نص يدرس في المدرسة العرفانية الشيعية ويستمرون لعدة سنوات في دراسته فيحاولون أن يجمعوا كل الخراء العرفاني كي يتراكم على عقولهم وقلوبهم سيقولون من أنني لا أفهم في الأمر أنا لا أفهم في الأمر دعوا الفهم لكم دعوا الفهم لكم يا أيها الأغبياء الحمير حيدر الآم له شرح معروف نص النصوص في شرح الفصوص نص النصوص هذا كتاب لحيدر الآم في شرح فصوص ابن عربي في المقدمة في مقدمة هذا الشرح ماذا يقول حيدر الآم في تحقيق تحقيق في تحقيق وصول الكتاب إليه من النبي هو معتقد من أن الكتاب الذي هو فصوص الحكم وصل إلى ابن عربي من طريق رسول الله وهنا يريد أن يثبت هذا الأمر ويريد أن يرد على المشككين في هذا الأمر الجهال من أنذالي في تحقيق وصول الكتاب إليه إلى ابن عربي من النبي بحكم النقل والعقل والكشف هس هذا الكشف من فوق من جو هذا الموضوع يحتاج إلى دراسة ولكن كما هو يقول بحكم النقل والعقل والكشف فنقول لا شك ولا خفاء أن أرباب التحقيق وأصحاب الذوق بأسرهم من هم هؤلاء حتى تقول بأسرهم من هم هؤلاء نريد أن نعرفهم غير ذون المطايا اللي مثلك أكو غيرهم لو لا أتحدث مع حيدر الآملي وراح تشوفون شنون هو مطي من كلامه فنقول لا شك ولا خفاء أن أرباب التحقيق وأصحاب الذوق بأسرهم سلموا هذا وأقروا به واتفقوا على أن هذا الكتاب يعني فصوص الحكم على أن هذا الكتاب وصل إليه من النبي على الوجه الذي أخبر به هو في أوله في أول الكتاب الذي قرأته عليكم قبل قليل إنه الكلام الذي قرأته عليكم لا شك ولا خفاء أن أرباب التحقيق وأصحاب الذوق بأسرهم سلموا هذا وأقروا به واتفقوا على أن هذا الكتاب يعني فصوص الحكم وصل إليه إلى ابن عربي من النبي على الوجه الذي أخبر به هو في أوله في أول الفصوص وقد كتبوا له شروحا ومدحوه مدحا لا مزيد عليه وإلى الآن وهم على هذا إلى الآن في زمان حيدر الآملي الذي توفي سنة سبعمية أو سبعة وثماني وإلى الآن وهم على هذا والحق في طرفهم وليس الحال إلا كما ذهبوا إليه يعني أن الكتاب وصل إلى ابن عربي وحيا من خلال محمد صلى الله عليه وآله وليس الحال إلا كما ذهبوا إليه ولكن بعض المحجوبين عن الله تعالى وعن أنبيائه وأوليائه كما هي عادتهم أنكروا عليه ذلك من أمثال ولكن بعض المحجوبين عن الله تعالى وعن أنبيائه وأوليائه كما هي عادتهم أنكروا عليه ذلك وقالوا إن هذا كذب منه وافتراء على رسول الله وإنه قطعا لا يمكن هذا وإن أمكن أن رأى هذا في المنام وإن أمكن فقد التبس على عينه الشيطان وتمثل بصورة النبي إضلالا وإغواء وإفسادا في الدين والإسلام قطعا الشيطان لا يتمثل بصورة النبي لكنه يمكن أن يتمثل بأية صورة ويدعي أنه النبي هذا ممكن فحيدر الآمل لم يكن قد رأى رسول الله حتى يرد عليه فيقول من أن الشيطان لا يتمثل بصورة رسول الله هذا إذا كان حيدر الآمل قد رأى رسول الله لكنه متى رأى رسول الله وهو يعيش في القرن الثامن الهجري إذا كان قد رأى رسول الله في المنام فمن قال إن هذا هو رسول الله لأن الشيطان قد يتمثل بصورة أي شخص ويدعي أنه رسول الله لكن الشيطان لا يتمثل بصورة رسول الله أما أنه يتمثل بصورة شخص آخر أو بصورة مبتدعة من عنده هو يكونها ويدعي أنه رسول الله هذا ممكن الشيطان يدعي أنه الله في اليقظة أو في المنام الشيطان يدعي أنه الله هذا يكون في اليقظة وفي المنام أيضا فيمكن فيمكن للشيطان أن يتمثل بصورة أي إنسان ويدعي أنه رسول الله وإن أمكن تحقق هذا الأمر بالنسبة لابن عربي أنه رأى النبي في المنام فقد التبس على عينه الشيطان وتمثل بصورة النبي إضلالا وإغواء وإفسادا في الدين والإسلام وكل ذلك مهملات وخيالات من الشيخ من الشيخ ابن عربي وليس له أصل ولا محمل يحمل عليه فأردنا حيدر الآملي فأردنا أن نقوم بجوابهم ومنعهم ونبين لهم الأمر ليتحققوا أنهم هم في متابعة الشيطان ومطاوعته للشيخ للشيخ ابن عربي وأنهم هم في صدد الخيالات والمهملات والظنون الفاسدة والتوهمات الكاذبة للذي يروي عن النبي ويقول عن الله تعالى ولا يتمسك إلا بهما وبقولهما يعني ابن عربي هؤلاء علماء الشيعة وهؤلاء عرفاء الشيعة ماذا تقولون عن حيدر الآملي هذا مطيلو مو مطي بالله عليكم ما تقولون أنا قرأت ما قرأت عليكم من كتاب الفصوص إذا أردتم الاستزادة فعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع من برامجي لأنني تحدثت عن قبائحي فصوص الحكم هذا في العديد من البرامج وبينت الكثير من قبائحه وضلالاته وشناعاته وخرائه وضربت لكم الآن الآن أمثلة وها أنتم تسمعون هراء هذا العارف الشيعي الكبير إنه حيدر الآملي الذي يصفه البعض بأنه ابن عربي في زمانه ابن عربي الشيعي أنا قلت لكم نحن عندنا نسخون نسخون من نواصبي سقيفة بني ساعد هذه نسخة أخرى من نسخ ابن عربي هم الذين يقولون لست أنا هم الذين يقولون الذين يترجمون حياة هذا العارف فيقولون عن من أنه ابن عربي عند الشيعة ماذا أقول وماذا أعلق ماذا أترك وماذا لا أترك من الكلام نذهب إلى فاصل كل ذلك من بداية الحلقة إلى هذه اللحظة كان مقدمة كي نصل إلى أهم موسوعة عرفانية وصوفية في المكتبة السنية والشيعية لأن عرفاء الشيعة يعدون هذا الكتاب من كتبه ويعتمدون عليه اعتمادا أساسيا ومطلقا الفتوحات المكية إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان هذه الطبعة الأولى 2004 ميلادي هذه الطبعة تتألف من تسعة أجزاء إذا أردت أن أتكلم بلسان الحقيقة فلابد أن أقرأ لكم من بداية الجزء الأول إلى نهاية الجزء الثامن لأن الجزء التاسع فهارس بحسب بحسب هذه الطبعة فلابد أن أقرأ من بداية الجزء الأول إلى نهاية الجزء الثامن كل حرف في هذا الكتاب ضلال سيقول قائل ألا توجد عبارات سديدة في هذا الكتاب أقول نعم إذا اختطعناها لوحدها لكنها تأتي في سياق الضلال أقرب لكم الأمر بمثال وبمثال سوقي إنني أحب أن أضرب الأمثلة السوقية حينما أتحدث عن هؤلاء وأمثالهم من الذين ضحكوا علينا ولا زالوا يضحكون علينا في كتبه هكذا يقولون من أن حميرة المكارية هي الأكثر ضراطا بين الحمير المكاري هو الذي يؤجر الحميرة إما في نقل البضائع أو في نقل الأشخاص في الأزمنة الماضية فيقولون من أن حميرة المكارينة هي الأكثر ضراطا بين الحمير لماذا؟ لأن حميرة المكارينة لا تأكل من نوع علف واحد تتنقل من مكان إلى مكان فطعامها يكون متنوعا يقولون بسبب ذلك تكثر غازاتها فيكثر ضراطها أنا أقول لو أن الإنسان استمع إلى ضراط حمير المكارين إلى ضراطها الكثير فإنه سيجد نغمة هنا أو هناك الحال هو هو في كل الكتب في الدنيا هناك شيء صحيح يمكننا نجد شيئا صحيحا لكنني أتحدث عن المنهج وأتحدث عن النتائج النهائية وأتحدث عن المذاق وأتحدث عن الأسس الفكرية وأتحدث عن النصوص وأتحدث عن منطقي الولاية والبراءة لأننا بصدد كتاب عقائدي ديني فلذا كل حرف في هذا الكتاب من أوله إلى آخره هو ضلال في ضلال في ضلال بالنظر إلى عوجاج المنهج وإلى ضلال الطريق وإلى فساد الأسس وإلى 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 التحريف الكبير للحقائق وإلى التزييف للعقائد هذا الكتاب أكثر ضلالا من سائر الكتب السنية هذا أكثر ضلالا من كتاب إحياء علوم الدين للغزال مع أن الكتابين يتسابقان في الضلال ويتنافسان في حرب العترة الطاهرة لكنني إذا أردت أن أكون دقيقا فإن كتاب الفتوحات المكية هو الأكثر خطرا وهو الأكثر ضررا وهو الأكثر ضلالا وهو الأشد قبحا وهو الألعن شناعتان وفضاعتان ويمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع أيضا لأنني قد جئت بهذا الكتاب واستخرجت الكثير والكثير من ضلاله وقرأته وتحدثت عنه وعلقت عليه لكنني لكنني إذا أردت أن أنظر إلى كل ضلاله فإنني ما فعلت شيئا كثيرا الوقت لا يكفي سأشخص لكم أرقام الصفحات بحسب هذه الطبعة إنها طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى الفين واربع ميلادي الطبعة التي تتألف من تسعة أجزاء الجزء التاسع فهارس ونص الكتاب يبدأ من الجزء الأول إلى نهاية الجزء الثامن سأذكر لكم على سبيل المثال قلت لكم إذا أردت أن أتحدث بلسان الحقيقة فلا بد أن أقرأ كل ما جاء في هذا الكتاب كي أشخص لكم ضلال ابن عربي ففي كل حرف من هذا الكتاب ضلال وعوجاج وعداء للعترة الطاهرة لكن على سبيل المثال نماذج من هرائي وخرائي ابن عربي في الفتوحات المكية بحسب هذه الطبعة الجزء الأول صفحة 16 50 109 122 142 152 188 224 225 228 222 242 246 262 272 283 322 326 329 323 381 409 هذا في الجزء الأول وكل هذا الكلام يشكل انتقاصا من رسول الله وآل رسول الله ويمثل تمجيدا بأعداء الله وكل هذا الكلام يشتمل على تحريف واضح لمضامين القرآن وتأكيد مشدد على الأحاديث المكذوبة على رسول الله فأين هذا العرفان والخريان أين هذا الجزء الثاني هذه أمثلة أمثلة الكتاب موجود وأرقام الصفحات ذكرتها لكم وهذه المطالب في برامج السابقة استخرجتها وقرأتها يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات المختصة بهذا الموضوع الجزء الثاني من هذه الطبعة صفحة 47 83 181 115 119 119 168 171 172 173 222 215 328 241 241 271 362 363 363 381 383 399 433 442 الجزء 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 الخامس صفحة 10 20 21 22 21 41 63 64 63 90 101 135 159 181 230 275 310 الجزء السادس صفحة 13 35 36 55 56 89 90 97 121 155 215 215 290 294 الجزء السابع صفحة 9 49 66 88 89 205 249 298 311 الجزء الثامن صفحة 18 136 198 238 247 301 302 303 304 304 305 304 311 326 338 337 54 348 54 57 57 58 59 58 59 59 50 من أوله إلى آخره ضلال في ضلال في ضلال عدوا إلى برامجي المقتصة بهذا الموضوع وتأكدوا من ذلك بأنفسكم أنا لا أجد وقتا كي أقرأ كل هذا سأقرأ عليكم نماذج مما جاء في هذا الكتاب الخرائي نذهب إلى فاصل هذا هو الجزء الثاني من الفتوحات المكية لابن عربي من الطبعة نفسها التي حدثتكم عنها صفحة 363 حديث محرف عن رسول الله ومر علينا هذا الكلام فيما يرتبط بحديث الثقلين فيكذب هذا الأبتر بكذب الصحابة والتابعين على رسول الله من أنه قال وقد تركت فيكم ما لن تضل ما لن تضل بعده إن اعتصمتم به كتاب الله حدثتكم عن هذا المعنى فإن القرآن يكذب هذا الكلام لأن القرآن في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران حدثنا عن نفسه فيه آيات محكمة وفيه آيات متشابهة وبإمكان الأمة أن تحوله إلى كتاب ضلال الذين في قلوبهم زيغ ماذا يفعلون بحسب القرآن يتبعون ما تشابه منه لماذا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله تأويلا باطلا فبإمكان الأمة أن تحول الكتاب إلى منهج ضلال هذا الكتاب لن يكون هاديا إلا إذا كان مقرونا بالثقل الثاني بالعترة فهذه أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وآله القرآن يكذبها وحديث رسول الله حديث الثقلين يكذبها هذا الحديث مكذوب على رسول الله بحكم القرآن القطعي في الآية السابعة بعد البسملة من سورة آل عمران وبحكم حديث الثقلين الذي هو حديث صحيح عند السنة وعند الشيعة ومر الكلام بهذا فهذا الأبتر لو كان يمتلك بصيرتان هل يبني فكره على هذا الحديث المكذوب على رسول الله وأمثاله من الأحاديث الكثيرة المكذوبة على رسول الله التي أوردها في كتابه الخرائي هذا وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله إلى آخر ما جاء في هذا الحديث المكذوب على رسول الله فإن الحديث الذي أورده هنا جعل وصية النبي وتركة النبي في الكتاب الصامت فقط وهذا أمر حينما نطق به عمار في محضر رسول الله طرده طهد عمر وطرد الصحابة لأن عمر قال عندنا كتاب الله وهو حسبنا فطرده رسول الله فهذا مطرود أيضا ابن عربي هذا مطرود من ساحة رسول الله فمن أين جاءه الوحي من عند رسول الله في كتابه فساوى الحكم وليس فصوص الحكم فساوى الحكم عمر حين قال ما قال طرده رسول الله في واقعة رزية الخميس وهذا أمر مثبت في كتب السنة والشيعة هذا هو المنطق نفسه منطق ابن عربي فهذا مطرود من ساحة رسول الله صلى الله عليه وآله هذا مثال من الأمثلة مما جاء في الجزء الثاني من كتابه الفتوحات وهذا الجزء الثالث في الصفحة العاشرة من الجزء الثالث يتحدث عن رجال الله واعلم أن رجال الله في هذه الطريقة إلى آخر كلامه بعد التنظير يبدأ يعدد لنا رجال الله فمن هم رجال الله ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسني ومعاوية ابن يزيد وعمر ابن عبد العزيز والمتوكل المتوكل المتوكل معروف هذا كان مأبونا عبيده عبيده كان يلوطون به كان يحب العبيد وقد تحدث عن هذا دعبل الخزاعي رضوان الله تعالى عليه في قصائده التي هجى فيها المتوكل ودعبل ما كان يقول كلاما ليس معروفا عند عامة الناس هذا أمر كان معروفا عن المتوكل من أنه كان مأبونا وكان يحب عبيده أن يلوطوا فيه فهؤلاء هم الذين جمعوا بين الخلافة الظاهرة والخلافة الباطنة ومنهم من يكون ظاهر الحكم ويحوز الخلافة الظاهرة كما حاز الخلافة الباطنة من جهة المقام كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسني ومعاوية بن يزيد وعمر بن عبد العزيز والمتوكل ومنهم من له الخلافة الباطنة خاصة إلى آخر كلامه فهؤلاء الذين جمعت لهم الخلافة الظاهرة والخلافة الباطنة أتعلمون ماذا يعني هذا؟ لأنه سيتحدث في جهات أخرى من كتابه عن أن الذين تجتمعوا لهم الخلافتان يكونون معصومين في الوقت الذي يقدح في عصمة رسول الله يثبت العصمة للمتوكل ولأبي بكر وعمر ولغير هؤلاء ماذا تصنعون لمثل هذا الكلام؟ سيقولون لكم إن كتب ابن عربي محرفة كل الكتب في الدنيا تتعرض للتحريف والتصحيف لا يوجد كتاب في الدنيا لم يتعرض إلى تحريف مقصود أو إلى تصحيف ليس مقصوداً وإنما هي الأخطاء البشرية وهناك تحريف لفظي وهناك تحريف معنوي وهناك 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 إذن شخصوا لنا مواطن التحريف ما هو الكتاب من أوله إلى آخره مبني على هذه الأفكار فهل يعقلوا أن أحداً حرف الكتاب من أوله إلى آخره وإذا كان هذا قد تحقق إذن لماذا تتبنون هذه الكتب ما أنتم تتبنون هذه الكتب وتنقلون منها أرشدون أين هي مواطن التحريف ستكون قليلة ولا بد أن يكون الكتاب واضحاً في صوابه معالم الصواب تكون منتشرة في الكتاب من أوله إلى آخره ولكنني دققت في هذا الكتاب سطراً سطراً فما وجدت فيه أي شيء من معالم الصواب إذا أراد الإنسان أن يجعل القبيح حسناً بإمكانه أن يتخيل هذا لأجل أن يثبت شيئاً هو حريص على إثباته بإمكان الإنسان أن يفعل هذا لكنني لا أتحدث بهذا المنطق ولا أتحدث بهذه العقلية إنني أتحدث بمنطق التحقيق وبعقلية أنني لا أدافع عن أحد ولا أتحامل على أحد أريد الحقيقة في ذاتها كما يقول الجواهر أريد الحقيقة في ذاتها بغير الطبيعة لم تطبعي في قصيدته المعروفة آمنت بالحسين بيت جميل فيها أريد الحقيقة في ذاتها بغير الطبيعة لم تطبعي هكذا تعاملت مع هذا الكتاب ومع سائر الكتب في المكتبة الشيعية والسنية على حد سواء في الصفحة الثانية بعد العاشرة حديث عن الرجبيين وهم صنف من المتصوفة الحديث يطول عنهم سأذهب إلى هذا الكتاب الروح المجرد أصله باللغة الفارسية وهذه ترجمة إلى العربية عربه عبد الرحيم مبارك الروح المجرد كتاب عرفاني عرفاني عملي سيرة عارف شيعي من عرفاء كربلاء إنه هاشم الحداد والذي ألف هذا الكتاب محمد حسين الطهراني هو من تلامذة محمد حسين الطباطبائي من تلامذة صاحب الميزان شخصية علمية معروفة له الكثير من المؤلفات في هذا المجال وفي هذا الحقل محمد حسين الطهراني يشكل على المحدث النوري وماذا يقول بخصوصي المحدث النوري وهذا في صفحة أربعمية وإدعاش المحدث النوري يتحدث عن ابن عربي صاحب الفتوحات فيقول قال هذا الكلام في كتابه النجم الثاقب وهو كتاب باللغة الفارسية وترجم إلى اللغة العربية في هذا الكتاب المحدث النوري ينقل حوادث وحكايات لقاء الشيعة بإمام زمانهم زمان الغيبة الكبرى المحدث النوري هكذا يقول في كتابه النجم الثاقب ابن العربي المالكي مع غاية نصبه وعداوته للإمامية حتى أنه يقول في مسامرته مراده في مسامرته كتابه إنه كتاب ابن عربي محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار هذا كتاب معروف لابن عربي محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار المحدث النوري ينقل ما ذكره ابن عربي في هذا الكتاب حتى أنه يقول في مسامرته الرجبيون جمع من أهل الرياضة في شهر رجب أكثر كشفهم أكثر كشفهم أن يرون الرافضة في صورة الخنازير هذا الكلام موجود في كتاب ابن عربي الذي عنوانه محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار ونقله المحدث النوري في كتابه النجم الثاقب من أن ابن عربي يتحدث عن الرجبيين وهم جماعة من العرفانيين جماعة من الصوفيين السنة الرجبيون جمع من أهل الرياضة في شهر رجب تكون لهم خصوصية في شهر رجب يكون لهم كشف في شهر رجب وهذا جزء من هراء ابن عربي أكثر كشفهم أن يرون الرافضة في صورة الخنازير هذا الكلام الذي نقله المحدث النوري لكننا إذا رجعنا إلى المصدر فإن الموجود في المصدر يرون الرافضة في صورة الكلاب يبدو أن المحدث النوري خلط بين نقلين فنقل عن محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار من أن الرجبيين وهم جمع من العرفانيين من الصوفيين السنة يكشف لهم في شهر رجب بسبب رياضاتهم في هذا الشهر حيث يرون الشيعة يرون الرافضة يرون هم كلابا يرون حقائقهم بأنهم كلاب المحدث النوري قال بأنهم يرون الرافضة في صورة الخنازير محمد حسين الطهراني قلب الدنيا على المحدث النوري في كتابه في عدة صفحات تحدث صفحة أربعمائة واثمانطعش وهو في غاية الأسى والأذى الخامسة النقطة الخامسة أن عبارة ذلك الرجل الرجبي في مكاشفته كانت مشاهدة الروافض في صورة الكلاب فغيرها المحدث النوري في نقله إلى صورة الخنازير هذا افتراءه الكبير على ابن عربي فإن ابن عربي قال من أن الرجبيين يرون الشيعة يرون الروافض كلابا فلماذا حرفها المحدث النوري فقال من أن الرجبيين يرون الشيعة خنازير ومعلوم أن الخنزير أسوأ وأقبح لأن الكلب يمتلك صفة الافتراس بينما يمتلك الخنزير صفة عدم الغيرة وعبادة الشهوة ماذا تقولون هذا دراط أو هذا كلام يصدر عن عاقل هؤلاء كبار حرفاء الشيعة وكذا يدافعون عن ابن عربي وأنا أقول للطهران يا أيها الطهراني وأقول للذين يدافعون عنه فإن ابن عربي ذكر هذا في الفتوحات من أن الرجبيين يرون الشيعة خنازير هذا هو الجزء الثالث في الصفحة الثانية بعد العاشرة صفحة اثنى عاش وكان هذا الذي رأيته من الرجبيين قد أبقى عليه كشف الروافض من أهل الشيعة سائر السنة فكان يراهم خنازير ليس في شهر رجب فقط وإنما في كل السنة كان يرى الروافض من أهل الشيعة فكان يراهم خنازير فيأتي الرجل المستور الذي لا يعرف منه هذا المذهب ليس شيعيا قد وهو في نفسه مؤمن لكنه شيعي وهو في نفسه مؤمن به يدين به ربه فإذا مر عليه مر على هذا الرجبي يراه في صورة خنزير فيستدعيه ويقول له تب إلى الله فإنك شيعي رافضي فيبقى الآخر متعجبا من ذلك فإن تاب وصدق في توبته رآه إنسانا وإن قال له بلسانه تبت وهو يضمر مذهبه لا يزال يراه خنزيرا إلى آخر الكلام ويتكرر هذا الكلام في بقية ما تحدث به عن الرجبيين من أنهم يرون الشيعة خنازير هذا الكلام يا محمد حسين الطهراني موجود في الفتوحات المكية والفتوحات المكية أهم من كتابه محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار الذي أشار إليه المحدث النوري وقلت لكم ربما المحدث النوري كتب الكلام من ذاكرته فخلط بين ما جاء في محاضرة الأبرار وما جاء في الفتوحات المكية محمد حسين الطهراني في غاية الغضب كيف أن المحدث النوري قال من أن الرجبيين من جماعة ابن عربي يرون الشيعة خنازير يقول لا إنه قال من أنهم يرون هم كلابا ومعلوم أن الخنزيرة أسوأ وأقباح عظيم هذا لأن الكلب يمتلك صفة الافتراس بينما يمتلك الخنزير صفة عدم الغيرة وعبادة الشهوة إلى آخر كلامه هني أهل الشيعة إذا كانوا كلابا وما كانوا خنازير بحسب محمد عسين الطهراني بحسب هذا العارف الشيعي الكبير لأن الشيعة إذا كانوا كلابا فإنهم يمتلكون صفة الافتراس بينما لو كانوا خنازير فإنهم يمتلكون صفة عدم الغيرة وفارق كبير قطعا بين الكلب والخنزير هذا هو العرفان العظيم إنه عرفان الحمير وابناء الحمير نذهب إلى فاصل صدقوني وهذه كلمة أقولها لست محتاجا إلى تصديقكم إنني لا أعبأ بكم أصدقتموني أم لم تصدقوني لكنه كلام لا بد أن يقال لا أجد ما أستطيع أن أخبركم به وأحدثكم عنه وأبين لكم من خبح هؤلاء إلا أن أستعمل الألفاظ السوقية والله لست راغبا باستعمالها وحق الحسين لست راغبا باستعمالها ولا أريدها ولا هي من شأني لكن لماذا أصنع الوقت لا يكفي وأريد أن أضغط المطالب ففي بعض الأحيان هناك كلمات قصيرة تلخص الكثير من المطالب هذه الكلمات السوقية العبارات القاسية قصيرة لكنها تختصر علي الطريق كي أوضح لكم مدى قباحة هؤلاء أتحدث عن علماء الشيعة إن كانوا من المراجع في الفقه والأصول أو كانوا من المراجع في التصوف والعرفان وقت وقت الحلقة انتهى ولم ينتهي كلامي عن ابن عربي لكنني كما وضحت لكم قبل قليل ذكرت لكم أرقام صفحات من كل جزء من أجزاء هذه الموسوعة من أجزاء الفتوحات المكية بإمكانكم أن تعودوا إليها بحسب هذه الطبعة أو أن تعودوا إلى برامجي لأنني قد قرأت هذه الصفحات وعلقت عليها وبيّنت قبائحها ومع كل هذا فإن هذا الذي أشرت إلي في هذه الحلقة وما سأذكره في حلقة يوم غد وما ذكرته في برامجي السابقة لا يمثل شيئا من قباحة ابن عربي ومن ضلال ابن عربي والأقبح من هذا هو ضلال عرفاء الشيعة حيث يمجدونه ويعلون من شأنه ويقدسونه ويجعلونه فوق التشيع لأنه قد بلغ المراتب العالية في القرب من الله هم مضحوك عليه يضحكون على أنفسه ويضحكون علينا ويضحكون على أمثال من الذين يعرفون الحقيقة ويتحدثون بها ويقولون لأتباعهم من الجحوش والحمير والبغال هذا وأمثاله لا يدركون حقائق الأسرار عند ابن عربي أدري هاي الأسرار أنتم من ينطلعوها طلعوها من فوق من جو وهذه كتبة وطحة حظة هذه موجودة من ين راح تطلعون الأسرار ولكم أنتم آيات القرآن ما تعرفون تقروها صلاتكم ما تعرفون تقروها من ين ينطلعون هاي الأسرار ما هو وهذا الهراء وهذا الخراء ولا يوجد شيء آخر يا شباب الشيعة أعرف الحقيقة أعرف الحقيقة لا أطالبكم أن تنصفوني والله لا أطالبكم أن تنصفوني لا أريد إنصافا من أحد أنصفوا أنفسكم الزمان يجري الزمان يجري ولا أدري متى يتوقف اللساني ولا أدري متى تغلق هذه القناة والمؤامرات تلو المؤامرات لإخلاقها العمل جار على قدم وساق صدقوني صدقوني أنا لا أستطيع أن أفصح عن كل شيء العمل جار على قدم وساق لإيقاعي في المآزق ولإغلاق هذه القناة ولمنع هذا الصوت ولخنق هذه الحنجرة أنا أقول لكم أعينوني في أن تنصفوا أنفسكم كي أوصل إليكم الحقائق تابعوا هذه البرامج وتابعوا الإعادات وعرفوا أن الحقيقة تأخذ من هنا